طيب ده برضو هيخدنا لسؤال تاني مهم هل فيه لينكس ليه شكل معين احنا رفين اتش تي تي بي مثلاً اتش تي تي بي اس بالزبط وبعدها هل فيه شكل معين لينك مثلاً ممكن يخليني اقلق هنا بقى ممكن اخش على الموقع اللي حضرتك تكلمت عليه واتأكد وفيه حاجات انا اول ما بشوفها خلاص يبقى ده آمن فيه ده موجود؟ هو حضرتك اللينكات مش كل حاجة يا اللينكات مش كل الاختراق لكن من ناحية سؤال حضرتك شكل اللينك يكون مثلاً طويل بيجيبلك حاجات وهمية ادخل عشان تربح دقيق مجانية ادخل عشان تربح فلوس كل ده مفيش صدقوني مفيش الكلام ده خالص كل ده حاجات وهمية جداً ومش بس لينك خلينا ندخلها خطوة تانية برضو اللي كنا هنكملها طيب دلوقتي لو حضرتك معاك برضو حسابات على الايو اس حسابات زي الواتساب والحاجات دي عشان انا افتحه مش بيجيلك كود مكاون من ستة ارقام طيب خلينا نقول المشاهدين دلوقتي ان فيه كود تحويل منتشر الايام دي على الميديا خدوا بالكو منها كود التحويل ده الهاكر بيكلم الشخص اللي عايز يفتح الواتس بتاعه وبيحول كل المساجات والمكالمات من على موبايلك انت ليه هو عشان ياخدوا الكود اللي مكون ستة ارقام ده خدوا بالكم من الموضوع ده طب ازاي يحموا نفسهم من الاكواد والحاجات دي كلها لو حد وقع او لو حد شاكك انه مكالماته او مساجاته كلها متحولة لحد تاني هيكتب شباك شباك 002 شباك لأ ثانية واحدة شباك شباك 002 شباك الكود ده بيمسح جميع التحويلات اللي موجودة شباك شباك او بالضبط 00002 شباك الكود ده وظيفته انه بيمسح جميع التحويلات اللي موجودة في الموبايلات خارجة من الموبايل والخط نفسه بالضبط كده بيقولك تم المسح كده مظبوط جدا طيب عشان تتأكدوا ده بيمسح كل حاجة لو عايزة حضرتك تتأكد انه كان فيه رقم متحول ولا لا تكتبي شباك شباك ستة واحد شباك لو جالك رقم غريب غير رقم شركة المكالمات اللي حضرتك تاب عليها يبقى هنا تقلقي مين الرقم ده لازم تقلقي لان مكالماتك ماينفعش تتحول مكالمات خاصة رسائلك ماينفعش تتحول طيب لا تاني بقى طيب اه ده تاني ده تاني ده تاني نجمة نجمة شباك 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 002 شباك باعش هنالغي كل التحولات الكوت ده عشان يلغي جميع التحولات اللي موجودة عندك يعني ده من حقك ان انت تحولاتك تكون لك انت لانه ماينفعش تروح حاجة تاني بالضبط اين وجدت يعني لو حد شاكك ان مكالمات متحولة او ما بيوصلش لي مكالمات يعمل الكوت ده بكل سهولة هي لغي جميع التحولات كلها وهتوصل المكالمات عادي وهتوصل رسائل حتى يجربوا ده عملية شباك شباك 002 شباك بالضبط كان الكود التاني الكود التاني بقى عشان تكشفه لو في حد لا قدر او ما بس هو سؤال اكشف الاول ولا لغي لا اكشف الاول ولا لغي صح يعني دلوقتي لو عملت وانا لغيت انت لغيت خلاص مش يجيب لك حاجة انت عايز تشوف بقى انا عاوز اشوف انا لغيت الاول عايز تشوف بقى استاذ احمد ايه الفكرة كلها ان الكود ده نجمة شباك ستة واحد شباك بيكشف لك الارقام المحول اليها المسيجات والمحول اليها المكالمات عشان خاطر في ناس بتستغل الموضوع ده يقولك خد الكود ده هيديك دقيقة على الانترنت او عفوا دقيقة مكالمات مجانية 1500 دقيقة لو كتبته هيديك الموضوع ده في الناس بتكتبه بيقوم تم تحويل جميع المكالمات للرقم ده فبالتالي هو يكون مجهز موبايل تاني ويفتح عليه الواتس ويفتح عليه بياناته كلها ويعمل اللي هو عايزه فيه لينك بيبقى منتشر قوي اليومين دول اللي هو يقولك تلاقي ارسله لخبسة على الواتساب وشاهد ما سيحدث لك بعد خليل ده 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 من 2006 واللينك ده بعين فصراحة وهتربح مش عارف مليون جنيه والحاجات الغريبة الحاجات دي والله متابعاني من 2006 ولسه الله الحد لا يعني لسه من يومين حد بعته عادي الناس يعني فهي لا الناس بقيت خلاص بأصحابنا اللينك دي عايزين تلاقي موضوع ده لست سنين حاجات كده اعرف شكلك بعد ستين سنة وشكلي لقيته بعد ستين سنة بقى عامل كلام ده كله كلام فاضي جدا طب لو عايزين نوقف الموضوع ده عن حده لو عارف شاحبك أو عارف شكلك أو كده الكلام ده هتدخل على متصفح البحث بتاعك وهتدخل على السجلات الناس بتمسح السجلات الوقتية لا انت هتمسح السجلات اللي هي منذ البداية منذ البداية ان انت هتمسح كل الهيستوري اللي موجود عندك طب انت ليه بتعمل كده لان كل موقع بتخشه بيسيب اثر رجعي انت ما بتشوفوش وكل شوية بيجيب لك اعلانات مزعجة زي اللي حضرتك بتشوفها بيجيلك فوق اعلانات بتخلص البطارية وبتخلص عاجات كتير على الموبايل وبتخليه يسخن وبتشوف في موبايلك انت اصلا ما فكش حاجة فاخدوا بالكم من الموضوع ده من ناحية اللينكات اللي الناس بتبعتها اوعى تدوس عليها لان فيه لينكات بتبقى عاملة زي السرطان كده بتنتشر مرة بتبقى مشكلة فعلا فاوعى تدوسوا على اللينكات دي وزي ما قلت لحضراتكم طريقة الكشف سهلة جدا بعتلك لينك اللينك اللي انا مقلق منه احطه على الموقع اللي احنا قلناه والموقع ده ساعتها هيكشف لك اذا كان اوكي ولا مش اوكي